مرحبا بكم أعزائي الطلبة في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية للصف الأول المتوسط المنهج الجديد درسنا اليوم اليونت الثالث الدرس الثالث عنوان الدرس جيدة أو قوين المطيعة والنسية قبل ما نبدأ بالدرس لا تنسى الاشتراك في قناة اليوتيوب فيج الفيسبوك كالاستاط طاحسين مدرس اللغة الإنجليزية لمتابعة جميع حلقات دورة الأول المتوسط نبدأ بالدرس يونت ثري لسن ثري اليونت الثالث الدرس الثالث قد قوين المطيعة والنسية والنسية الكسول أو السيئة بالبداية يقول لي listen and read استمع وقرأ answer the questions and then read aloud أجب على الأسئلة ثم أقرأها أو أقرأ هذه المحادثة بصوت عالي بالبداية منطيني محادثة بين هذه الأم أو الوالدة وقوين الجيدة أو المطيعة وبين هذا الأب والن السيئة أو الكسول محادثة دارت بين الأم وبتها ومحادثة أخرى دارت بين الأب وأبناء فيقول لي أقرأ أو استمد الأستاذ هو يقرأ هذه المحادثة أو المقطع الصوتي الأستاذ يعليك مقطع صوت بداخل الصف يطلب من الطلاب أن يستمعون ومن ثم يقرأوها بصوت عالي ويجوبون على الأسئلة إذن سنقرأ القطعة أو هذه المحادثة نوضح مفرداتها ونلاحظ أن هذا مجرد نشاط صفي بعدها الأستاذ راح يختار اثنين طلاب طالب يمثل دور قوين وطالب آخر يمثل دور ميسس آرشا ويسوون محادثة بداخل الصف كنشاط للمحادثة يقول لي The Archers live in England عائلة الأرشار يعيشون في إنجلترا They have two children لديهم اثنان من الأطفال قوين is their daughter قوين ابنتهم and لين is their son ولين ابنهم يعني قوين فتاة ولين ولد مذكر قوين is 15 years old قوين عمرها 15 سنة and لين is 13 ولين الولد عمرها 13 سنة Mr. and Mrs. Archer have asked their children to do some work in the house السيد والسيدة Archer يعني الأب والأم قلبوا من أولادهم أن يسوون بعض الأعمال في البيت فهذه المحادثة عن الأعمال اللي دارت فالبنت تتحدث تقول I've cooked the rice نحن متعودين سابقا الآيذ هي مختصرة مع الآيذ سنحن نتعرف على هذه الاختصارات وشلون تتجين بالامتحان وشلون نقدر نجاب عنها I have cooked the rice لقد طبخت الرز مامي يا أمي What next ما التالي Mrs. Archer Have you washed the vegetables هل غسلت الخضروات Yes I have And put them in a bowl نعم لقد غسلتها ووضعتها في إناء Thank you Thank you Gwyn شكرا لك يا Gwyn And I've cooked the chicken وتضغط الدجاجة Thank you Gwyn You are very good girl أنت فتاة جيدة جدا Here is a pocket money هذا هو مصروفك You can go to the shops ويمكنك الذهاب للمحل لكي تشتري Thank you Mami شكرا لك يا أمي إذن لاحظنا من خلال هذه المحادثة أن هذه الفتاة اللي هي اسمها Gwyn قامت بالأعمال الموكلة إليها يعني الأمها وصتها على مجموعة من الشغلات وكلها مسويتها لذلك اطتها المصروف مالتها وتقللت لها تقدرين تروحين تشترين لذلك هي فتاة تعتبر فتاة مطيعة هي قالت Good to go in أما Lynn المحادثة اللي دارت بين الأب و Lynn يسئل يقول له Have you watered the garden Lynn هل قمت بسقي الحديقة يا Lynn قال له No I haven't Sorry كلا لم أفعل آسف Have you tidied your room هل نظفت أو رتبت غرفتك No I haven't كلا لم أفعل Have you washed the car هل غسلت السيارة No I haven't كلا لم أفعل You are lazy boy أنت فتاة كسول Lynn يا Lynn You haven't helped today لم تساعدنا اليوم So no television لذلك لا يوجد تلفاز اليوم غير مسموح لك بمشاهدة التلفاز I haven't watched television all week قال له يا أبي أنا لم أشاهد التلفاز طوال الأسبوع ليش صار الأسبوع ما شايف التلفزيون لأنه ما يقوم بالأعمال الموكلة إلى هسا بعد ما قرأنا هذا المحادثين هذه محادثة لتطوير مهارة الاستماع والتحدث للطلاب يعني كنشاط صفي لكن بها بعض المعلومات المهمة اللي راح تفيدنا بسؤال القواعد وسؤال الإملاء المعلومة الأولى اللي هي الإختصارات شا تقول لإختصارات؟ تقول إذا تيت تختصر ال-I وال-have راح تطلع لي I've هذه جدا جدا مهمة حاولوا تحفظوها I زاعدا هاب مختصرها I've He زاعدا هاز مختصرها He's She زاعدا هاز مختصرها She's They زاعدا هاب مختصرها They've We زاعدا هاب مختصرها We've You زاعدا هاب مختصرها You've Have زاعدا نوت مختصرها Haven't Has زاعدا نوت مختصرها Hasn't إذا استاذ هذن شن المطلوبين عندي ذن للحفظ راح تركز وياي هاي كلش مهمة للحفظ إملاءا ومعنى ليش تريدني أحفظها إملاءا لأنني ممكن نتجيك بالامتحان بسؤال الإملاء على سبيل المثال يقول لك I have فاصلة I've انطاني مثال قل لي I زاعدا هاب اختصارتها صارت I've قل لي زيان شي زاعدا هاز فاصلة شن الاختصار مالتها يلا هسته لازم حافظ من الهي زاعدا هاز مختصرها He's لازم حافظها كإملاء أي خطأ إملائي بسؤال الإملاء تعتبر النقطة كلها خاطئة فلازم تقولها بالامتحان أو تكتبها بالامتحان He's وفارسة الاختصار لا تنساها لأن هي دليلك على أن أنت اختصرت الكلمة إذن هذه الاختصارات تجيني بسؤال الإملاء وبالناحية المعنى بعد شوية راح تفيدنا بموضوع أو بالدروس القادمة راح تفيدنا بموضوع المضارع التام البسيط حاليا اللي أريد من عندك تحفظهن فقط كإملاء لأنه ممكن تجيك بالامتحان بهذه الصيغة هذا ما يخص الفقرة الأولى الفقرة الثانية اللي أسئلة والأجوبة القصيرة أريد أرجعكم شوية للمحادثة على المدى أوضحها هنا كل المحادثة اللي دارت بين الوالدة وقوين تقولها هل غسلت هل طبختي هل سقيت هل رتبت هل غسلت إلى آخره هذن الهالي يسموها أسئلة قصيرة شنه هي الأسئلة القصيرة والإجابات القصيرة ركز ويايا نستخدم الفعل المساعد في بداية الجملة أوقف شنه الفعل المساعد أستاذ الفعل المساعد الأفعال المساعدة هي ال is وال are وال am وال was وال where إلى آخره لكن بهذا الدرس هو مركز لي على ال has وال have أحفظ ويايا ال has وال have إن أفعال مساعدة يمكن استخدامها نستخدم الفعل المساعد في بداية الجملة لتكوين سؤال نسمي yes no question السؤال الإجابة عنه أما ب yes أو no وهو نوع من الأسئلة يكون جوابه قصير أما ب yes أو no ما افتهمت شون يعني يعني مثلا أنا سألت شخص قلت لها have you washed the car هل غسلت السيارة هذا السؤال شوف هنا نستخدم الفعل المساعد اللي هو has و have هذا ال has وال have يستخدم في بداية الجملة لتكوين سؤال قصير أو لتكوين سؤال جوابه قصير جواب ما لهذا السؤال شون رح يكون رح يكون أما ب yes أو no هل غسلت السيارة نعم أو لا أما تقول لها نعم غسلتها أو كلا لم أغسلها إذن لحد الآن يقول لك لتكوين سؤال قصير شون يكون يكون في بداية الجملة لتكوين سؤال yes no وهو نوع من الأسئلة يكون جوابه قصير أما ب yes أو no وضحنا السؤال لحد الآن وضحنا شون في المساعد ال has وال have شون السؤال القصير مثلا أسأل شخص هابي و واش ذكار وشون الجواب عنه أما ب yes أو no وتكون جواب yes أو no لكن حسب القاعدة التالية شون تقول القاعدة ركزوا إياي تقول yes زائدا الفاعل بشرط أن الفاعل يكون ضمير هسا نجي نوضح شنيعنا ضمير هنه نعرف ضمائر الفاعل سبعة اللي هي والشي والإت والذي والوي واليو والآي هسا ركزوا إياي هذن الضمائر نسميه ضمائر الفاعل حاول تحفظهن ال yes زائدا فاعل بشرط أن يكون الفاعل ضمير زائدا الفعل المساعد المستخدم في السؤال ما افتهمت أستاذ شون يعني يعني كمثال أقول هاز قوين كوكت ذا تشيكن هل قوين طبخت الدجاجة لنفترض أنه أنت تريد تجاوب عن هذا السؤال ب yes مو فقط تكتب ال yes ال yes جوابك صحيح لكن ناقص لازم تكمله ال yes زائدا الفاعل بشرط أن يكون الفاعل شنو ضمير وين الفاعل بتجملة الفاعل بتجملة قوين قوين فتاة أعوض عنها بيا ضمير من ضمائر الفاعل الضمير شي yes شي زائدا الفعل المساعد المستخدم في السؤال هو استخدم لي فعل المساعد ال has فأقول yes شي has حسنا لحد الآن اتعرقنا إذا أريد نجاوب على هذا السؤال ب yes زين إذا no ما يفرق وهو يفرق فقط بفقرة وحدة يقول لك no زائدا الفاعل هم بشرط أن يكون ضمير زائدا الفاعل المساعد يعني ماكو شي جديد yes فاعل فاعل المساعد no فاعل فاعل لكن إذا no لازم بالأخير وراء الفاعل المساعد أخلي no على سبيل المثال أسئلك أقول لك has lin helped his father هل lin ساعد أبو بس هالمرة ما تريد تجاوب ب yes تريد تجاوب بن no بتقول no أخلي no زائدا الفاعل من هو الفاعل lin lin أعوض عن نبيان ضمير والضمير he لأنه مفرد مذكر زائدا الفاعل المساعد المستخدم في جملة السؤال هو استخدم لها فاعل has no he has وبالأخير أخلي أخلي not no he has not أقدر أختصرها أستاذ نعم نحن تعلمنا لاختصار مالتها has not أقدر أختصرها ب hasn't no he has not أو no he hasn't كلا لم يساعد والده في البيت إذنو تعرفنا على السؤال والجواب القصير زين استاذ شون تجينا بالامتحان يعني على سبيل المثال جاب لي هاي الجملة وقال لي answer جاوب هذا السؤال with yes أو answer with no كيف كيف المدرس شون يجي بالامتحان أجي أجاوب على هذا السؤال yes و no أنا أتعرف على الطريقة بالقاعد أجي هاز اقوين cook the chicken هل طبخة الدجاجة إذا ارتجاوب ب yes إش أقول yes هذا yes زاعد الفاعل اقوين أعوض عنها بهذا ضمير بالضمير she لأن مفرد مؤنث زاعد الفعل المساعد المستخدم في السؤال شن الفعل المساعد has yes she has انتهت جاوب yes زين إذا no أقول no هذا no زاعد الفاعل ونش تعتبر she no she زاعد الفعل المساعد المستخدم في السؤال has زاعد بلا خير اخلي not وأقدر اختصرها no she has not أو no she hasn't زين المثال الآخر إيش قللي قللي هاز لن واش ذكار أما أقول yes أقول yes زاعد الفاعل من والفاعل لن لن عاوض عنه بيض المساعد المستخدم has أما أقول yes he has أو no he has not أو أقدر اختصرها no he hasn't هذا ما يخص الأسئلة والأجوبة القصيرة يجيب لك أحد هذه الجملة أو أي جملة من القطعة أو المحادثة اللي أخذناها قبل دقائق ويقول لك جاوبني على هذا السؤال أما بي أو no حسب الصغيرة ممكن تكتبون هذه الملاحظات بالدفتر لأنه ستفيدكم بالامتحان التحريري هذا يجيك بسؤال الإملاء وهذا يجيك بسؤال القواعد حاول تكتبون هذه الملاحظات بالدفتر لأنها مهمة جدا أو تعتمدون على المزمة لكل الملاحظات التي تذكر بالفيديوهات موجودة بالمزمة تقدرون تلقوها بالمكتبات عند وقلاء الطابعي الآن ننتقل إلى كتاب النشاط تمرين رقم واحد منطين صورة ركز ويايا يقول اقرأ قائمة طبعا كلمة معناها الأعمال الروتينية أو الأعمال اليومية البيتية اقرأ قائمة الأعمال اليومية التي قام بها أو المفروض يقوم بها سعد وسانا وانظر إلى هذه الصورة وضع صح وضع صح على الأعمال التي قام بها وضع خطأ على الأعمال التي لم يقوم بعملها طبعا أنا ذاك بالملزمة أنه هذا النشاط نشاط صفي وهو فعلا نشاط صفي لكن أكو شغلة لازم أنبه عليها هذني الكلمات اللي نسميه الأعمال اليومية أو الروتينية للحفظ للحفظ كمعاني لازم تعرف سويب هذا فعل يناسب the floor سويب the floor الحظ يكنس الأرضية سويب the floor set the table يجهز الطاولة set the table blow up balloons هاي ما أخذيها بالسادس ابتدائي ينفخ البالونات blow up balloons put up put up decorations يجهز الديكور put up decorations clean windows ينظف النوافذ clean windows put on music يشغل الموسيقى put on music turn off tv يطفئ التلفاز turn off tv make a cake يصنع الكيكة ويعمل الكيكة make a cake هذي للحفظ ليش استاذتري نحفظها لأنه ممكن تجيك بسؤال المفردات على شكل وصل وصل الأفعال بالأسماء المناسبة إلها مثل ما تعودنا بالسادس ابتدائي بموضوع التوصيل توصيل الأفعال بالأسماء المناسبة إلها وضحنا أن هذا نشاط صفي لكن هذه الأفعال أركزوا لي عليهم لأنها مهمة جدا بالامتحان التحريري هسا الآن نجي يقول لك هذا sweep the floor اللي هو cancel أرضية إذا مسوي خلي عليها صح وإذا ما مسوي خلي عليها خط أعرف من خلال هذه الصورة نلاحظ أن الأرضية نظفة إذن هو حاط لي صح يجهزون الطاولة مجهزين الطاولة نعم نلاحظ طاولتين هاي الطاولة مجهزة وهي تجهزون بها إذن أقول صح blow up balloons ينفخون البالونات نعم نافخين البالونات إذن أخلي وضعين الديكورات مجهزيها إذن أخلي صح clean windows ينظفون النوافذ إذن لاحظ النوافذ مو كل شم نظفة إذن أقول خطأ هاي بعد ما مسويها put music يشغلون الموسيقى إذن أخلي صح turn off tv يطفئون التلفاز وين التلفاز ما موضح لي هو التلفاز ما مطني بالصورة إذن أقول خطأ make a cake يعملون الكيكة هذا ما يخص تمرين رقم واحد مثل ما وضحنا أن النشاط هذا النشاط صفي ينظر الطالب من خلاله للصورة ويجاوب بصح أو خطأ على الأعمال المسويها لكن مثل ما وضحنا أن دلنا كلمات للحفظ تجيك على شكل توصيل وصل الأفعال بالإسماء المناسبة إلها ننتقل إلى تمرين رقم اثنين read the list again اقرأ مرة أخرى القائمة هاي القائمة للأعمال اليومية ما الذي تعتقد سعد وسانة سألوا أحدهم الآخر write a question and answer اكتب أسئلة وأجوبة هنا ندي يدرب على السؤال بالhave والhas والإجابة عنهم بي اس أو نو يعني هل نظفت الأرضية yes I have على سبيل مثال have you set the table هل جهزت الطاولة no I haven't على سبيل مثال كلا لم أجهزها have you put up decorations هل قمت بتجهيز decor yes I have وهكذا have you cleaned the windows هل قمت بتنظيف النوافذ no I haven't وهكذا هذا مجرد نشاط صفي يريد تدربني على السؤال والجواب أو الأسئلة والأجوبة القصيرة اللي شرحناها قبل دقائق الأسئلة والأجوبة قصيرة نبدي السؤال أما have has أو have زائد التكملة والإجابة عننا أما بي اس أو no كذلك زائد التكملة هذا ما يخص تمرين رقم 2 مجرد نشاط صفي غير مهم بالامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي ننتقل إلى رقم 4 تمرين رقم 4 طبعا ملاحظة هذا التمرين تابع للدرس السابق يعني تابع للدرس الثاني اللي شرحناه بالدرس السابق لكن ما نبهنا أنه هذا التمرين هو إنشاء ركز وياي طلاب إنشاء الوحدة الثالثة يقول لي write about the course you do at home اكتب عن الأعمال اليومية التي تفعلها في البيت use the words from the box باستخدام كلمات من الصندوق طبعا هنا أنا منطيني من أجموعة من الكلمات اللي هي always sometimes والever والnever والusually إلى آخره ويقول لي ذن الكلمات اللي هنا ظروف التكرار استخدمهم بتعبيرك عن الأعمال الروتينية أو الأعمال اليومية فهنان هذا يعتبر إنشاء الوحدة هذا الإنشاء للحفظ طلاب ركزوا عليها هذا مهم جدا مهم جدا لكن شرحت بذاك الدرس وقلت عنه مجرد النشاط صفي لكن هو هو إنشاء يعتبر إنشاء الوحدة الثاثة سجلوا بالدفتر وحفظوه لأنه مهم جدا بالامتحان التحريري بامتحان الشهر الثالث وامتحان نصف السنة شا قل له أقول له on Fridays في يوم الجمع أنا دائما أذهب للتسوق عندما يحتاج والدايا ذلك عادة ما أساعد أبي عادة ما أساعد أبي وامي بواجبها أو بعملها في البيت أنا في بعض الأحيان أساعد أمي في غسل الصحون في الأيام الأخرى من الأسبوع عادة ما أرمي لنفايات بعد أن أأتي أو أن أعود من المدرسة In the evening في المساء I always do my homework after dinner عادة ما أفعل واجب البيت بعد العشاء and sleep early وأنام باكرا هذا ما يخصت مرين رقم أربعة صفحة 3-4 من كتاب النشاط وسجلوا عليه إنشاء الوحدة الثالثة مهم جدا حاولوا تكربوا بالدفتر أو تأخذوا للسكرين أو تقدرون تشترون المنزمة وتلاحظون النفس التي شرحتها الآن موجود من المنزمة تقدرون تحفظوه وتجاوبون عليه بالامتحان التحريري إذا أجابكم بسؤال إنشاء هذا ما يخص درسنا لهذا اليوم لاحظنا أنه درس بسيط جدا بموضوع قواعد اللي هو السؤال والجواب القصير وبعض الاقتصارات المهمة اللي تفيدنا بسؤال الملاء وبإنشاء الوحدة الثالثة أما باقي أنشطة الدرس أنشطة صفية غير مهمة من المتحان التحريري أو المتحان الشفوي ختاما شكرا لمتابعتكم للفيديو أي سؤال أو استفسار أو وظافة تحببون تقدموها تقدرونك تواصلوني على حسابات الموجودات في الفيديو في الوصف اشتركوا في القناة